ترأس رئيس عبد الفتح السيس اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأكد مجلس الأمن القومي أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهون في حمايته مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وقرر المجلس العمل على توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية هذا فضلا عن مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليمين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين ترأس السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية مواصلة الاتصالات مع شركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهون في حمايته توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر